السلام عليكم كيف بكم يا سابع؟ إن شاء الله اليوم رح نبلش في الدرس من الوحدة الأخيرة أو قبل الأخيرة في الإدخار نجلس صعوبات الإدخار تحدثنا بس الدرس السابق عن تعريف الإدخار وأسباب الإدخار ليش بتتم عملية الإدخار؟ إيش هي حاجات الناس الأساسية للإدخار؟ وحكينا الإدخار إلو ثلاث أسباب رئيسية اللي هي بسبب استخدام شخصي مستقبلي بسبب طوارئ غير متوقعة وبسبب فرص مستقبلية اليوم إن شاء الله رح نتعرف على أو نتاجات الدرسية تنمية صعوبات الإدخار وكيفية وضع خطة للمدخارات تمام؟ فسيا سابع في عنا مقدمة صغيرة بيحكي لك في بعض الناس عندهم صعوبة في الإدخار يعني لما يسمعوا كلمة إدخار بيواجهوا صعوبة أو غير قادرين على الإدخار ليش بيكونوا غير قادرين على الإدخار؟ لماذا يجد بعض الناس الإدخار صعبا؟ الإجابة لأنهم يعتقدون بأنه تقشف وحرمان للنفس من بعض الأمور يعني أول ما يسمعوا كلمة إدخار بفكروا إنهم رح يحرموا حالهم من شراء بعض الحاجات أو من شراء بعض الرغبات ولكن لما أنت تكوني حاطة ميزانية معينة وتكوني عارفة الراتب اللي معك أو مصدر الدخل اللي معك من وين إيجا وكيف رح تحطي وفق ميزانية معينة ما رح يكون حرمان أو تقشف تمام؟ هسا يا سابع هذا مثال على خطة للمدخارات الهدف منها من هاي الخطة يا إما بدأ أشتري كتاب جديد يا إما شراء دراجة أو مزهر الأسرة من تاريخ الشراء التقريبي إلى شراء كتاب جديد بدي 6 أسابيع تقريبا يعني 6 أسابيع شهر ونص تقريبا المدخارات اللي لازم 12 دينار أما المبلغ اللي بدي أتدخله كل أسبوع أو كل شهر حاطين إحنا دينارين كل أسبوع كيف تحصل على المبلغ الدخار من المصروف ونفس الشيء بالنسبة لشراء دراجة جديدة تاريخ الشراء التقريبي سنة كاملة المدخرات اللازمة 240 دينار المبلغ الذي يجب الدخاره في الأسبوع أو الشهر 20 دينار أما كيف تحصل على المبلغ مكافأة تفوق ديراتي هذا مصدر الدخل يا سابع آخر الشيء الهدف نزهل الأسرة هدف المدخرات نزهل الأسرة تاريخ الشراء التقريبي أو لمتى يعني أنت رح تدفع أو متى رح تصيرها النزهة مدتها شهران المدخرات اللازمة 10 دنانير كل كم كل كم رح نحط في الأسبوع رح نحط أو كم رح نفط في الأسبوع دينار أو دينارين في الأسبوع بالإضافة اللي هو من من يعني أن رح أجيب المصاري تبعتي يعني ما بتكون توفير من مصروف الشخصي بالإضافة للي رح يوفروا أعضاء الأسرة هاي بس مثال على خطة مدخرات يعني اللي بعدها يا سابع ما هو الفرق بين الأهداف طويلة المدى والأهداف قصيرة المدى نشوف أول إشي التعريف بين الأهداف طويلة المدى وتعريف الأهداف قصيرة المدى الأهداف قصيرة المدى بيحكي لك أهداف تحتاج إلى بضعة أسابيع أو بضعة أشهر أي أقل من ستة أشهر يعني مش بدي أوفر مبلغ لمدة سنة أو لمدة ثلاث سنين أو لمدة عشر سنين هاي بتكون اسمها أهداف طويلة المدى الأهداف قصيرة المدى يعني أنا بدي أوفر لأخر الأسبوع بدي أوفر لثالث أشهر بدي أوفر لأي مدة أقل من ستة أشهر تعتبر أهداف قصيرة المدى بس الأهداف طويلة المدى من ستة أشهر أو أكثر تمام؟ إذن ستة أشهر تعتبر طويلة المدى خمس أشهر ونص تعتبر قصيرة المدى تمام؟ هسا هون يا سابع نشوف مثلا شراء كتاب جديد شراء كتاب جديد يعتبر لأنه ستة أسابيع يعني شهر ونص يعتبر تقريبا هدف قصير المدى تمام؟ لأنه ما وصل ستة أشهر شراء دراجة جديدة تعتبر طويلة المدى لأنها سنة كاملة نزها للأسرة شهران تعتبر قصيرة المدى أيضا إذن شفنا يا سابع طويلة المدى كسنة كاملة ستة أشهر أو أكثر اتفقنا يا سابع؟ هذا هو كل إشي في درس تعلم الإدخار أو صعوبات الإدخار عفوا زي ما تعرفنا على إيش هي صعوبات الإدخار ليش بعض الناس بيواجهوا صعوبات الإدخار حكنا لأنه بيعتبروا أنه تقشف أو حرمان قارننا بين الأهداف طويلة المدى وبين الأهداف قصيرة المدى ياريت يا سابع تحلولي أسئلت درس وأي سؤال أنا معكم ويعطيكم ألف عافية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر